السلام عليكم كيف حالكم يا سباب معكم محمد وأخيرا هذا مقطع كامل عن اللعبة الأسطورية الذي الرينغ اللي بصراحة أخذت أغلب وقتي وفي هذا الفيديو بتكلم عن نقاط أساسية في اللعبة راح تهمك وتسهل عليك اللعبة ولكن إن شاء الله بعد هذا الفيديو راح يسهل عليك الكثير والكثير في اللعبة ولا تقصروا معنا في الدعم باللايك والاشتراك والنشر للفيديو والقناة ويلا ندخل بالتفاصيل حياكم الله يا شباب في البداية بتكلم عن اللعبة وهل فعلا تستحق الشؤال العلامي الكبير اللي صار للعبة وعسنا نختصر عليك الفيديو بشكل كامل هذه بعض النقاط اللي راح تكلم عنها النقطة الأولى كيف تجيب الخرايط النقطة الثانية كيف تستدعي الحصان النقطة الثالثة أسهل طريقة تلفل فيها الشخصية النقطة الرابعة كيف تجيب الأسلحة والدروع والنقطة الأخيرة والخامسة لازم تبني بلد الشخصية بشكل صحيح مثل ما تعرفون اللعبة توها نازلة من أسبوعين وأكثر ولكن نقدر نقول أن لعبة ممكن تكون لعبة العام في عام 2022 لأن اللعبة قدمت عالم مفتوح وعالم كبير وواسع وصدقني ما بتندم وانت تفرع عالمها الكبير والواسع وبصراحة على قد ما لعبت اللعبة ما قدرت توقف اللعب وما حسيت بالملأ لأن اللعبة قدمت تفاصيل وعوالم كبيرة بالخريطة واللي صدقني ما بتتفش وانت تفرع الأماكن وتستكشف العالم المفتوح اللعبة كبيرة جدا من ناحية الخرايط الضخمة وتنوع التضاريس والمناظر الطبيعية اللي ما تمل منها بالأضافة لتنوع الزعمة والأسلحة والدروع وبصراحة اللعبة قالت لباقي ألعاب السنة جي جي وتقريبا نقدر نقول أن اللعبة راح تأخذ نصيب الأسد من الجوائز ولو أنت ما تحب اللعبة سولز بسبب صعوبتها أو ما تعجبك فصدقني يلد الرنك راح تغير رايك وتخليك تستمتع فيها كأول لعبة سولز والحين جاء الوقت نتكلم عن صعوبة اللعبة وبصراحة اللعبة صعبة ولكن اللفل الشخصية ممكن يفرق معك كثير ونقدر نقول الصعوبة تختلف حسب لفلك فلو أنت ملفل الشخصية تمام ممكن تواجه صعوبة أقل وتقدر تواجه الزعمة بدون أي مشاكل ولكن لو لفلك قليل فهنا بتتعب كثير مع البوسز وحتى الميني بوسز لأن غالبا بتاكل دمج أعلى وتخسر بسهولة ولكن لو مطور الشخصية وماشي باللفل تمام ومحسن دروعك والأسلحة راح تسهل عليك اللعبة وما تواجه مشاكل كبيرة ضد أي زعيم خصوصا أن الأسلحة في اللعبة كثيرة وتحتاج تأخذها وتطورها واللعبة بدون مجاملة حققية نجاح كبير وتقييمات جدا عالية من أغلب المواقع المتخصة في تقييم الألعاب وهذه الصورة فيها تقييمات اللعبة بشكل كامل وأترك الحكم لكم وبدون ما نطول عليكم في الكلام الكثير عن اللعبة ندخل في النقاط المهمة على اللعبة واللي بتسهل عليك اللعبة النقطة الأولى كيف تجيب الخرايط وتفتح الماء بشكل كامل في عالم اللعبة الكبيرة والضخم بتحتاج الخرايط عشان تسهل عليك اللعب وتعرف أماكن البوسز والأسلحة والدرو وحتى بعض أماكن الفارميك ومطور اللعبة حط حركة حلوة وأشوفها ذكية راح تسهل عليك الوصول لكل خريطة باللعبة بدون ما تتعب في البحث وطبعا لازم تستكشف بعض العماكن الموجودة بخريطة عشان تقدر تأخذ الخرايط شوفوا المنطقة الضبابية هذه عشان يروح الضباب لازم تأخذ الخريطة والخرايط موزعة بكل المناطق عند كل عمود نفس الموجود بالصورة فإذا شفت عمود نفس هذا مباشرة راح تلاقي عنده خريطة جديدة وتفتح الأماكن الجديدة واخذها غاعدة ومشي عليها يا وحش عند كل عمود نفس هذا راح تلاقي خريطة جديدة فإذا اكتشفت مكان جديد حاولت تشيك على خريطة عندك يمكن يطلع عليك عمود جديد وعنده خريطة جديدة تسهل عليك التنقل في العالم الواسع والممتع النقطة الثانية كيف تستدي الحصان والطريقة مرة سهلة واستداء الحصان يكون عن طريق الخاتم وبصراحة الحصان ضروري جدا يكون معك لأن أحيانا تحتاجه في التنقل السريع بين الأماكن أو في المواجهات ضد بعض الزعماء خصوصا التنانين واللي دائما أحاول أواجههم مع الحصان عشان أقدر أنهي بسهولة وعشان تستدي الحصان لازم تاخذ الخاتم من البنت وطبعا البنت راح تكلمك في بداية اللعبة وتعطيك الخاتم ودخذت الخاتم ألغط الستارت بعدها أفتح أول خيار وانزل تحت في المربع الفاضي واضغط عشان تضيف الخاتم بعدها تروح على الخاتم وتختار بكذا أنت ضفت الخاتم وباقي تستدي الحصان بعد كذا تغير الهيلث وتحط الخاتم مكانه وبما أني ألعب على البي سي فأقدر أستدي الحصان عن طريق حرف الار بكذا خلصت من استداء الحصان وتقدر تفور فيه بالعالم المفتوح وصدقني راح يفيدك كثير ويسهل عليك كثير ولكن فيها ماكن ما تقدر تستدعي فيها النقطة الثالثة أسهل طريقة تلفل فيها شخصيات وصدقني الفارمينج جدا ضروري عشان تقدر تمشي باللعبة صح بعدما تكتشف الخريطة جاء الوقت اللي نسوي في فارمينج عشان نرفع لفل الشخصية وتقدر تواجهها الزعمة وصدقني بعدما ترفع شخصياتك بتسهل عليك اللعبة أكثر وتقدر تواجهها الزعمة بدون مشاكل ومكان الفارمينج راح يكون في المنطقة الحمراء تشوفون هذا المكان الموجود فوق باليمين حاول توصل لهم عشان تسوي فارمينج سريع وترفع شخصياتك بسرعة وانت رايح للمكان حاول قد ما تقدر ما تواجهها الزعمة أو حتى بعض الوحوش لأنهم أقوياء وبطريقك بتواجه تني بس لا تشيلهم تقدر عن طريق الحصان تسحب عليه وما تواجهه لأنه ثقيل التني وبمجرد ما توصل للمكان بتلاقي برج أسود صغير خذ يسار وانزل تحت على غصن الشجرة لين توصل للأرض بعدها أخذ الدنجن عشان يكون عندك نقطة وصول سريع بعد كده أخذ الحصان وروح للحافة راح يطرع وراك مثل الضوء الأبيض وتترصبا وراك صخرة كبيرة حاول تتجنبها وبنفس الوقت تحط الكاميرا عليها عشان تعطيك الرونز وفي كل مرة تسوي الحركة هذه بتعطيك 1952 نقطة وهنا ركز معها حاجتين أساسية الحاجة الأولى لازم تحط الكاميرا على الصخرة الحاجة الثانية لازم تكون قريب من الصخرة عشان تعطيك الرونز بعدما تأخذ النقاط أرجع للدنجن وضغط رست وعيد الحركة مرة ومرتين وثلاثة وعشرين وألف لأن توصل لنقاطة عالية وترفع فيها شخصيتك وخذ بالك تدمشك الصخرة لأن أي ضربة منها بتقول لك جي جي يا خوين وتودع الملاعب ولكن بمزرد ما تفهم الفارمينغ صح راح توصل لنقاطة عالية خلال فترة قصيرة وتقريبا هالمكان راح يطيك 1952 نقطة خلال العسلين ثانية بس وأترك الحسب لك يا وحش النقطة الرابعة كيف تجيب الأسلحة والدروع وبصراحة اللعبة فيها كمية دروع وأسلحة جدا كثيرة وهذه الأسلحة الموجودة عندي وبصراحة كثير من الأسلحة كانت عن طريق البوسز والصناديق والفارمينغ بعدما تلفل شخصياتك وتفتح جزاء كبيرة من الخريطة حاول توصل لبعض الأسلحة والدروع لأنها بتفرق معك بشكل كبير في قوة الشخصية والمواجهات ضد الزعماء والأسلحة في الخريطة بعضها يعطونك الزعماء أو الوحش الصغار وبعضها أنت تبحث عنها في الخريطة وهذه بعض الأماكن للأسلحة أول مكان في الخريطة راح يكون في البداية وهذا المكان تقريبا فيه حدث ثلاثة أسلحة في نفس معسكر الجنود الأول في البداية بتلاقي سرداب داخل المعسكر بعدما تدخل السرداب بتلاقي صندوق افتحه واخذ السلاح السلاح الثاني في نفس العربة السداء الكبيرة الموجودة بالمعسكر كل عربة فيها سلاحة ودرع ولا تنسى تسوي فارمينج عند الجنود عشان يعطونك الزعماء واسلحة المكان الثاني في المنطقة الحمراء بعدما تفتح جزء من الخريطة روح لهذا المكان اللي حاط لكم عليه شارع بتلاقي وحوش حاول تتجنبهم عشان ما تخسر نقاطك بمشي معاكم حبة حبة حتى توصل للسرداب خذ سيدة يا وحش مع الطريق هذا حتى تطلع لك هذه الكتابة وبوجهك مباشرة بتلاقي سرداب تحت وخذ بالك تنزل السرداب بدون تكتيك لانه بصراحة العدد كثير ويطلقون عليك سم ممكن يكتيلك بسؤولة وخذ بالك منهم لان بصراحة المكان يحتاج تكتيك شوي بعدما تخلص التنظيف بتلاقي باب تفتحه وتلاقي صندوق موجود داخل الغرفة افتح الصندوق وبيعطيك السلاح وبصراحة السيف اللي بتاخده ممتاز جدا خصوصا لو انت شخص تحب تلعب السيف وتقدر تطور السيف مع الوقت وطبعا راح يحتاج منك ستلنث وانتليجنس وصدقني باب تندم اذا طورت السيف لانه اسطوري بمعنى الكلمة وفي خاصية بلودلس اللي راح تفرق بمعك بشكل كبير ضد الزعمة المكان الثالث في درع راح يسهل عليك كثير ويخليك تقدر تواجه البوس الاول والثاني ومع الدرع هذا صدقني راح تمشي بالقصة بصراح وترفع لفلك بشكل اسرع ومكان الدرع في بداية الخريطة الاولى راح للمعسكر الموجود في هذه المنطقة راح تلاقي بعض الجنود ومو شرط واجههم وبداخل المعسكر في صندوق راح يعطيك الدرع اللي بصراحة سهل علي كثير في البداية المكان الرابع واختم فيه لانه بصراحة اللعبة فيها عدد جدا كبير من اللماكن اللي فيها اسلحة ودروع ولكن انا حبيت اعطيك الاسلحة والدروع اللي انا استخدمتها وتعتبر قوية وبتفرق معك لو عرفت تستخدمها افتح الخريطة في هذا المكان راح تلاقيه بوس جانبي راح للبوس الجانبي وحاول تقضي عليه بعد ما تخلص عليه راح يعطيك سيف ممتاز وقوي وفيه ميزة بلودلس اللي اشوفها ميزة خرافية ضد البوسز وتفرق معك كثير وبتسهل عليك المواجهات النقطة الخامسة لازم تبني بلد الشخصية بشكل صحيح لناسب قوة الشخصية او من التضروري تنتبه لها عشان مايروح وقتك الفاضي وانتلعب اللعبة بدون طريقة لعبة واضحة عندك شخصيات كثير حدود 10 شخصيات وكل شخصية فيهم لها مميزات واسلوب تختلف عن الشخصيات الثانية مثل شخصية الساحر اللي تحتاج ترفع فيها خاصية الانتنليجنس لان شخصية الساحر تعتمد بشكل كبير على هذه الخاصية اللي راح يفرق معك بالاسلحة وزيادة القوة الهجومية للساحر وضروري ترفع قوة الشخصية بشكل صحيح لان اذا وصلت لفل متقدم في الشخصية راح يطلب مين كرونز بعدد كثير عشان ترفع لفل واحد بس وهي الشيء راح يكون صعب لو كانت الشخصية متلفلة بشكل خاطئ فضروري جدا تلفل شخصياتك بشكل صحيح عشان يسهل عليك اللعب ضد الزعمة والمناطق الصعبة لان كل منطقة لها لفل معين فاذا كانت المنطقة اللي في لها اعلى منك راح تتعرف مواجهة حتى بحوش الصغاء واذا في نقطة مهمة ركز عليها كثير وهي جمع الgolden seed وعشان ترفع امكانيتي الشخصية بشكل كثير لازم تجمع اكبر قدر ممكن من الgolden seed وعمل الgolden seed يزود لك كمية العلاج اللي تقدر تستخدمه وفي اللعبة كاملة موجود حدث 33 golden seed وعلى عدد تقدر تاخده 30 فاذا لقيت golden seed استخدمه عشان يرفع لك عدد العلاج المستخدأ وطبعا ما كانوا معروف باللعبة وما يتغير وعند كل شجرة ذهبية صغيرة نفس كذا راح تلاقي واحد او اثنين golden seed حسب المنطقة لان بعض المناطق بتعطيك اثنين golden seed وبعضها بتعطيك واحد اتمنى قدمت لك شرح مبسط وسريع لا تنسوا من اللايك والاشتراك والنسر في امان الله